ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى موجز لأهم الأخبار التي تأتيكم عبر الأقمار وصناعية من لنفال تلفزيون في العاصمة السنغالية دكار العناوين قال الرئيس التركي رجب طيبارغان لن نسمح بممر إرهابي جنوب تركيا وسنواجه ضربة قاسية للإرهابي في الأيام المقبلة وطهران تؤكد أن هجوم زاهدان مخطط سعودي أمريكي وتتوعد بالرد والانتقام في لبنان رياء حفار الحسن أول امرأة عربية تتولى منصب وزيرة الداخلية تفاصيلها لاحقا بعد فاصل قصير يتصدر المشهد فبعد أن كانت الاستعدادات العسكرية هدفها حملة جديدة بات الهدف إن شاء منطقة آمنة أما إدلب فعدم الاستقرار فيها قد يدفع أنقرة للتحرك عسكريا والغاية التركية حماية الأمن القومي وملاحقة التنظيمات الإرهابية والأهم من ذلك بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدمير أي ممر إرهابية على الحدود الجنوبية إن لم نفعلها اليوم فحتما سنوجه ضربة قاسية للإرهابيين في القادم من الأيام لن نغضى الطرف عن تأسيس تنظيم إرهابي بجوارنا وسندمر الممر الإرهابي على حدودنا الجنوبية لم يعد يقتصر التهديد بحسب المسؤولين الأترق على مناطق سيطرة الوحدات الكردية شرق الفرد بل بات الوضع في محافظة إدلب يثير مخاوف أنقرة فلم يمضي وقت طويل على وصف وزير الدفاع خلوسي أكار الوضع في إدلب الخطير والحساس للغاية حتى شهدت المدينة السورية تفجيرين أوقعا قتلى وجرحا وهو أمر يعزز وفق البعض نواية تحرك عسكريا في إدلب لكن الأولوية لذى الأترق ما زالت تتعلق بالمنطقة الآمنة في هذه المرحلة تركيا تسعى لإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرد فأكبر تهديد يأتي من الوحدات الكردية لكن هذا لا يعني أن أنقا ستؤجر أي تحركات أخرى خاصة في إدلب فالاستقرار هناك مهم للأمن القومي بين إدلب وشرق الفرد تحاول تركيا تأمين حدودها الجنوبية بإرسال تعزيزات عسكرية بدأت بالتهديد بإطلاق حملة شديدة تستهدف الوحدات الكردية وهي مستمرة بحسب المسؤولين الأترق في إنشاء المنطقة الآمنة والحفاظ على الأمن في إدلب الانتحاري منفذ الهجوم باكستاني وثلاثة آخرون من المدبرين باكستانيون اعتقل اثنان وتوارى ثالث لكن طهران لا تكتفي باعتقال أو معاقبة الخلية المتورطة بل تتوعد بالانتقام من رؤوس تنظيم جيش العدل في باكستان بل ومن تقول إنهم داعموهم في السعودية والإمارات هجوم الزاهدان جزء من مخطط استراتيجي يستهدف أمن إيران واستقرارها وهو مخطط تديره الوليات المتحدة وإسرائيل والسعودية سننتقم منهم لدحايا الحرس الثوري في الزاهدان لدينا مخطط لهزيمة الأعداء وحربنا لن تقتصر على النقطة المحددة لا تزال طهران تدرس خيارات الرد وزير الاستخبارات أشار إلى أن الأمر يبحث في مجلس الأمن القومي وبالرغم من تأكيدها بأن الجيش الباكستاني قد بدأ عمليات ضد الجماعات الإرهابية على الحدود فهي تهدد بالتدخل في باكستان بنفسها لا تكتفي طهران بذلك فتهدداتها طالت الرياضة وأبو ظبي هذه النبرة العالية لا تشيب تدخل عسكري مباشر على الجانب الآخر من الخليج لكن كثيرين يؤكدون أن إيران بارعة في إدارة معاركها عن بعد يمكن أن يكون رد إيران عبر استهداف سفن سعودية في باب المندب أو أهداف عسكرية في منطقة جيزان أو حتى في عمق السعودية عبر حلفائنا في اليمن تقول طهران إن هناك محاولات سعودية إماراتية لإفقادها السيطرة على حدودها في الجنوب الشرقي بإقليم سيستان بلوشستان عبر استغلال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الإقليم ما رفع أصوات طالبت بضرورة تعزيز أمن المناطق الحدودية وزيادة موازنتها بخطا ثابتة تدخل ريا حفار الحسن إلى وزارة الداخلية والبلديات وهي أول امرأة عربية تتبوأ هذا المنصب تضرب لها التحية من كبار الضباط فهي المرجعية وحلقة الربط والوصل بين مختلف القوى الأمنية في الدولة اللبنانية الحسن متخصصة في إدارة العمال وعملت لسنوات مستشارة في وزارة المال والاقتصاد إلى أن عينت وزيرة للمال في الفترة الممتدة بين العام 2009 و2011 الداخلية وزارة سيادية تتسلمها الحسن وسقف التوقعات منها مرتفع جدا في أوساط اللبنانيين المقاربة التي تستعملها البراء بطريقة هادية ومقنعة وعندها صبر أكتر أنه توصل فكرتها أسرع وما يكون فيها الحساسية أنا مبعد أنه إذا كان امرأة أو رجل بيتبدل تعاطي مع الوقت لح يدركوا كل الأشخاص أنه أنا تعاطية مبنية على احترام متبادل احترام لترطبية معينة تفضل ريال حسن التغاضي عن التحديات والتركيز على الجدية في العمل والملفات التي في عهدتها اليوم تبدأ من الملف الأمني وتصل إلى التنمية المحلية والتحضير للانتخابات والسجون وغيرها من الملفات الحساسة بملف الأمني مثل ما قلت فيه يمكن شوي فترة بدنا نتعود على بعض ولكن الشخصية اللي بتفرض حالها مش الجندر في العمليات الاستباقية اللي عم تصير اللي خلت نوصل لوضع أمني مستقر نسبيا بالمنطقة بلبنان وهذا الشيء بدنا نكمل بدنا نسبته في بعضين مواضيع اللي أنا بتهمني شخصيا مثل حقوق الإنسان مثل حرية التعبير مثل العنف الأسري تسعى ريال حسن حاليا لتحسين صورة لبنان وجعلها أكثر عصرية من الناحية الاجتماعية عبر طرح الزواج المدني والتعامل مع أزمة السير وغيرها من القضايا وستشكل مع الوزيرات الثلاث الأخريات والنائبات الست كتلة نسائية ستعمل لتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص نهاية الموجز شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإنساط وإلى اللقاء بحول الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة